أستاذنا ده الحقيقة أنه فيه نقطتين هامتين جدا تم تناولهم في الأسبوع العربي لتنمية المستدامة وهما التكنولوجيا وأيضا التمويل التمويل أكيد هنتكلم عنه ولكن إلى حد ما هي نقطة واضحة ومفهومة لكن ممكن حد يسأل إيه علاقة التكنولوجيا بتنمية المستدامة إيه اللي ممكن يحتاجها لو هنتكلم على مجتمع فقير نسبيا أو فيه نسبة فقر عالية إيه التكنولوجيا ممكن تفرق معها في إيه هو التكنولوجيا الحقيقة وإحنا شفنا ده في الفترة الأخيرة قد إيه كانت مأثرة في حياة الناس لما حصلت جائحة كورونا والناس كلها حصلت بعد اجتماعي إيه اللي كان بيقرب الناس من بعض كانت التكنولوجيا فبالتالي يعني إحنا شفنا أهميتها مؤخرا لكن هي أساسا واحد من العناصر الرئيسية في الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة اللي بيتكلم على الشراكة ووسائل التنفيذ فبنتكلم على أن التكنولوجيا والتمويل من أساسيات تحقيق التنمية فعشان كده كل الدول بنلاقيها دلوقتي مهتمة بموضوع التكنولوجيا فكرة الثورة الصناعية الرابعة فكرة الزكاء الاصطناعي باية أفكار كلها ويعني حاجات كلنا دلوقتي بنطمح لها على مستوى الدول كلها إحنا بنفكر بشكل مختلف فكرة توطين التكنولوجيا إحنا للأسف بناخد التكنولوجيا بتاعتنا دايما من برا لكن دلوقتي فيه اتجاه كبير أن احنا نوطن التكنولوجيا عندنا وده كان موجود طبعا لكن دلوقتي يعني الاهتمام أكبر بهذا الموضوع نظرا لأن احنا دلوقتي ما نقدرش أن احنا نستغنى على التكنولوجيا في حياتنا وبنحاول بكل الطرق أن احنا نستفيد من يعني إذا كان فيه أي نوع من التقدم حاصل على مستوى العالم أن احنا كمان نقدر نستفيد من هذا التقدم في أوطننا يعني فإحنا يعني أطلقنا شبكة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة بأننا فترة بنشتغل عليها فالحقيقة هدف الشبكة دي تم إطلاق هذه النسخة في هذه النسخة تم إطلاق الشبكة هي بتتكلم عن تبادل خبرات على الشبكة دي استشارات ممكن يتم تقدمها لصناع القرار في المنطقة العربية حيكون عليها زي ورش عمل افتراضية زي نقول مثلا الناس مهتمة بموضوعات معينة لها علاقة بالتنمية المستدامة ممكن تعمل ورشة عمل افتراضية ممكن يكونوا في أماكن مختلفة حتى على مستوى العالم ويتم يعني يقدروا أن هم يتقابلوا افتراضيا على هذه الشبكة فالحقيقة يعني فكرة طموحة وسعداء أن هي فعلا تم إطلاقها في الأسبوع بعد هذا الجهد وإن شاء الله يكون عليها بقى يعني شغل كتير في الفترة اللي جاي